الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحاباته أجمعين الثبات على الحق هو من أعظم ما يميز عباد الله المتقين بل هو ما يخلد ذكرى المنتصرين الذين انتصروا على أنفوسهم وعلى عدوهم فنصرهم ربهم بعد ذلك فخلد ذكرهم في التاريخ الثبات على الحق أمرنا به الرب حتى في أحلك اللحظات قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة أي محاربة فاثبته كن في مكانك ثابتة محافظا على مالك وعلى أرضك وعلى شرفك وعلى عرضك ومن أهم الأمور حافظ على وطنك ولا تفرط ولو في ظرة رمل منه لأن الأرض عرض وإذا فقدت الأرض انتهك العرض وأخذ المال وسلبت النفس كما نرى بالليل وبالنهار ممن يقتلون من الأطفال ومن النساء ومن العجزة بل حتى المداوي والطويب قتل لأن الأرض تصبت فأنبغي على أهل الحق أن يثبتوا في مكانهم وأن يتعلقوا بخالقهم صحارة فرعون لما أبصروا الحق بأعينهم سجدوا لله رب العالمين وآمنوا برب موسى وهارون أجمعين قال لهم فرعون متوعدا فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى تهديد شديد لكنهم كانوا من الثابتين قالوا كما سجل رب العالمين ذكرائهم في القرآن الكريم لأنهم من أهل الثبات على الحق قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا لن نفضلق على الحق أبدا فاقض ما أنت قادت إنما تقضي هذه الحياة الدنيا وعند الله نلتقي حتى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ثبت على الحق في أشد المراحل التي طارة بالتهديد والتعذيب والاضطهاد وطارة بالعروض المغرية من المال والجاه وغيره فلما ثبت على الحق وما استطاع أهل الباطل أن يحركه عنه ذهبوا إلى عمه فهددوه وهددوا النبي فخاف عمه أبو طالب على النبي وعلى نفسه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي لا تحملني ما لا أطيق فقال صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا الثبات على الحق كما سجل أهل السير والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته هكذا ثبت النبي فخلد ذكره في التاريخ بأنه أفضل عباد الله أجمعين وكذلك تعلم هذا الثبات الصحب الكرام فهذا بلال الذي جر على الرمال والذي جعل في عنقه الحبال ويسلم للصبيان ليطوفوا به في طرك مكة فإذا مشتد الحر طرحوه على ظهره على الرمل ووضعوا على صدره الحجر حتى يكفر ولو بكلمة بالنبي فما زاده هذا إلا ثبات بقوله أحد أحد هكذا كان الأمر وترتب على الثبات النصر فأصبح بعد ذلك بلال مؤذن المسلمين صعد على الكعبة يدعو لرب العالمين بقوله الله أكبر فيجب علينا من خلال هذا أن نكون من الثابتين وأن نلجأ إليه كما علمنا في القرآن الكريم بقوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يجب علينا أن نلجأ إليه كما علمنا في القرآن وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فاللهم ثبتنا على الحق يا كريم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين